اشتركوا في القناة من جديد اليوم عندنا اشياء حلوة وجميلة راح نقدمها لكم واولها ان موسم الشتاء ابتدى الجميع الان مزارعهم تم التحديث للتطويرات الجديدة وللموسم الجديد ومع موسم الجديد المطور اضاف لنا اضافة حلوة وجميلة وهي مكنة او خلاط الملكشك اللي طبعا اللي كان مفتوح معاهم قدروا يتمكنون من شراء او من بناء داخل مزارعهم حتى يتمكنون من انتاج الثلاث منتجات اللي جات مع هذا الخلاط الجديد وهي عندنا نشوف ملكشك بالفنلا وعندنا ملكشك الموكا وعندنا ملكشك بالفواكه وكلها منتجات متوفرة وموجودة عندنا داخل المزرعة بإمكاننا ننتج الثلاث اصناف من آلة او خلاط الملكشك اللي عندنا موجودة اليوم طبعا انا ابتديت قبل ما يبتدي الحدث حتى اتمكن من يعني اتكلم معاكم بعض الاشياء المهمة عندنا اشياء كثيرا اليوم تعتبر راح نستعرضŞها معاكم اولها هو الاصدار الجديد او التجريبي في اصدار تجريبي بالنسبة لي انا بالنسبة المزراعتي نزل عندي الاصدار التجريبي والخاص بالفارمباس الاصدار التجريبي انا بالنسبة لي بيّن معاي في مزرعة الاصدار التجريبي وقد يكون البعض من عندكم ما بيّن معاهم الاصدار التجريبي فما حبيت اشتري واشحن الاصدار الجديد حتى ابيّلكم اول شيء الاشياء اللي موجودة فيه وبعدها ان شاء الله بيكون لنا لقاء اخر فيديو اخر سوف نبيّلكم المميزات اللي موجودة الان الميزات اللي موجودة كلها تقدر تشتريها دفع وحدة ب49 ريال سعودي فاصلة 99 يعني 50 ريال سعودي بما يعادل 12 دولار تقدر تشتري الثلاث تذاكر فارم باس وتذكرة الحفل وتذكرة المهرجان او بامكانك تشتري الفارم باس لحالة مثل ما هم بيان عندي ب19 ريال سعودي فاصلة 99 يعني 20 ريال أقدر أشتري الفارنباس الحالة وبعدين أقدر أشتري أي وحدة من التذكرتين المتبقيتين تذكرة الحفل أو تذكرة المهرجات ولكن أنا بالنسبة لي راح أشتري الجميع دفعة وحدة وأستفيد من عندهم وراح أشوف التجربة هذه وأخوضها ونعلمكم إيش المميزات فيها بالنسبة للفارنباس كلنا نعرف الفارنباس لما تشترك فيه بأنك تحصل على المسار العلوي وهو المخصص للمشتركين يضاف للمسار السفلي وهو يعتبر المجالي تذكرة عندنا التذكرة الثانية وتذكرة الثالث تذكرة الحفل هذه تعتبر حاجة جديدة موجودة المطور طرحها لنا في الفارنباس الجديد وباين فيها أناك عندنا ممكن تطوير للحضيرة وتطوير للصومعة وكذلك قسيمة كتكوت أما تذكرة المهرجان فباين معاي شريط لاصق ما أدري قد يكون يزودوننا بأدوات تطوير للحضيرة وعندنا أموال وعندنا تذكرة قسيمة كتكوت يعني عندنا لما نشحن قسيمتين كتكوت وأنتوا عارفين قسيمة الكتكوت صعب الحصول عليها هذا اللي بيّن معاي وحبيت أبيّن لكم قبل ما أشحن متابعين الكرام إن شاء الله في وقت آخر راح كذلك نشوف بعد ما أشحن إيش المميزات هذه نفصل فيها ونعرف يعني الأشياء اللي راح نستفادها من عندها خلونا نشوف الآن بقية الأمور المهمة عندنا أنا بالنسبة لي ودي اليوم أبتدي طبعا الأخبار طبعا أخبارنا أخبار الأسبوع التسعة وأربعين كلكم تقريبا مرت عليكم إحنا اليوم بدأنا من يوم الأربعاء تعزيز مباني إنتاج عشرين بالمية أوكي مباني الإنتاج اللي هي الآلات حدث طلبات الشاحنة ضعف العملات يعني الشاحنة اليوم تبغى مكاسب مالية روح للشاحنة اليوم واشتغل عليها هذه بالنسبة للأخبار اللي موجودة عندنا بعد شوي راح نمر معاكم على الحدث لهذا اليوم لكن خلونا نمشي القارب قبل ما ينتهي وقته باقي عليه ثلاث دقائق القارب عندنا في القارب ثلاث طلبات وكل طلبات الموجودة لها أربع صراديق عندنا أول طلب مثلجات السمسم بإكس بي 264 لكل صندوق يعني عندنا أربع صراديق ما شاء الله بنحصل تقريبا ممكن ألف ألف إكس بي وعندنا شاي بالليمون 240 إكس بي لكل صندوق تقريبا كذلك نفس الشي ألف أما شمعة الفراولة فهي 368 إكس بي لكل صندوق وعندنا أربع صناديق فراح نحصل تقريبا على ألف وأربعمية وعندنا هناك ألفين ثلاث ألف وأربعمية حلو عندنا الإكس بي موجود بعد ما نمشي القارب 548 راح نحصل على قسيمة وراح نحصل على 18 نقطة للقارب خلونا نمشي القارب علشان ما يطوف على الوقت باقي عليه دقي كتين يلا نمشي مثلجات السمسم ونحصل على الإكس بي ونحصل عندنا اكتمل هدف في الفارنباس معناتها إغلاق ثلاث صناديق في القارب هو هدف يومي موجود إحنا ما خلصنا أكمل بقية الصناديق ونبتدي معاكم مشوار جديد في مكان آخر في المزرعة أوكي الآن راح نمشي القارب ونقول يا قارب مع السلام وعطنا الخمسمية وثمانية واربعين غير الإكس بي اللي حسبناها من أول بأنا ثلاث ألاف واربعمية زائد خمسمية وثمانية واربعين أتوقع ثلاث ألاف تسعمية في القارب هذا حلو القارب هذا جدا جميل جدا جميل وبيعطينا إكس بي عالي أوكي توكل على الله يلا مع السلامة وممكن يجينا قارب الآن آخر أوكي عندنا القارب الآخر آها عندنا شاي بالنعناع فقط أثنين وعندنا اللحم المقدد أوكي هذا منتج أساسا مورد من الخنازير على طول ناخذه عند الخمسة وخمسين وعندنا الماكرون عشرين يعني عندنا الإشكالية موجودة بشاي النعناع راح نوفرهم حتى يصل القارب القارب يبغى لأربع ساعات يعني على ما يوصل وعلى ما ذا نكون إحنا جهزنا أمورنا بالنسبة للشاي شاي بالنعناع نشوف شاي بالنعناع عندي شاي قليل ممكن ما ندري ممكن عندي أثنين ممكن يجي واحد واحد لكل صندوق ممكن يجي أثنين أثنين ممكن يجي ثلاثة ثلاثة هو ما تعرف كيف الوضع اللي موجود طيب أنا بالنسبة لي عندي هناك مهمة في الديربي وهي مهمة حصاد الجزر طالبي من عندي خمسمية وستين من الجزر خلوني أخلص المهمة هذه وقفلها وبيستفيدون أصحابنا يلا خلاص أساسا هي خالصة لكن أنا كنت منتظر منتظر معاكم نخلص المهمة هذه ويا الله حبي اكتملت المهمة خلاص 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 يا استاذ خلاص خلاص خلونا يشوف حدث اليوم الحدث هو نقول ستكون مزرعتك حافلة بفرص مشوقة لمضاعفة مخزونك من العملات في كل ركن طبعا مثل ما أنتم عارفين الفترة هذه والأسبوع هذا هي يعني أحداث وليس حدث واحد يعني يوميا يعطيك حدثين أو ثلاث أحداث في وقت واحد نشوف اليوم عندنا حدثين حدث هو الانتاج بزيادة انتاج الآلات إذا كانت الآلات عشوائية حسب ما هو موجود عندي فتكون عند بعض أصدقائنا في بزارعهم مختلفة أنا بالنسبة لي عندي آلة نسيج وعندنا آلة سكر وعندنا آلة الفطاير ولكن نشوف الحدث إيش يقول الحدث تعمل مباني الانتاج الخاصة بك بشكل سلس ستنتج ثلاث مباني عشوائية يعني ثلاث مباني عشوائية وليست كل المباني فقد يكون تختلف عني وعنك بالمباني في مزرعتك فالاختيار راح يكون عشوائي بالنسبة من الشركة والمطور أما الحدث الأهم وهو حدث المبالغ ضعف المبالغ لطلبات الشاحنة وهذا هو الكويس فستحصل على ضعف جوائز العملات عن كل طلبات شاحنة مكتبلة حان الوقت المشاركة هذا بالنسبة لليوم للحدث وإحنا قبل شوي ابتدينا بالقارب خلونا نشوف طلبات الشاحنة نشوف طلبات الشاحنة اليوم ملونة الأموال يعني الأموال مضاعفة أضعاف للي وده يكسب أموال اليوم يحاول قدر مستطاع يهتم بطلبات الشاحنة ويمشي أكبر عدد ممكن من طلبات الشاحنة بالنسبة لي أنا أنتبه إلى وين أنتبه أوكي خلونا نمشي عندنا أكس بي ألف وستمية ألف وثلاثمية ألف وميتين أوكي حلو هذولا تقريبا 3,800 عندنا ألف عندنا ألف حلو حلو ممتاز خمسى ألف وثمامية و عندنا هنا المتفرقات هذي نقول ألفين تقريبا ألفين فمع الخمسى ألف وثمامية مع الألفين سبع голос 800 حلو شي شي جميل يلا اكس بي عالي راح نستفيد منهم للتسريع من مستوى المزرعة دائما ركز على الشيء اللي يفيدك في التسريع لمستوى مزرعتك وان شاء الله باذن الله لما نلتقي معاكم متابعين الكرام راح نشوف كم من الفل عديته في الفترة الماضية اللي كان فيها انقطاع راح نشوف الآن جائزة اليومية اللي هي جائزة المسرح في تقريبا تحديث كأني يعني شفت انه في تحديث على جائزة المسرح تقريبا فانا بالنسبة لي هذه طبيعية عادية يعني ما جاء ما جاء شيء عليها اوكي خذنا اربع جوائز من الجائزة اليومية وهي عرض المسرح ونكمل الآن معاكم طلبات الشاحنة حلو هنا في طلب عطانا يعني نملي عجلة الوقود اللي موجودة في الوادي يعني بعض الطلبات قاعدة تساعد ونقدر نشوف هذا الشيء من وين نشوفه من ايش الاشياء او الاعمال اللي نقوم فيها داخل المزرعة تفيدنا بزيادة الوقود لعجلة الوادي اللي موجودة لعجلة الوقود اللي موجودة في الوادي ناخذ عجلة الحظ الفانباس خلصنا وخلصنا الحدث خلصنا الاخبار خلصنا القارب يلا ناخذ عجلة الحظ الآن عجلة الحظ وش عندنا عندنا قسيمة خضرة وعندنا معزز للبحيرة وفقط يعني هذه الاشياء يعني اللي جدا تعتبر ذات قيمة يلا نمشي مشي حبيبي اوه اعطانا خاتم ماسي طبعا انا ما لم نشترك لو مشترك كان الان بامكاني ادور عجلة الحظ مرة ثانية ما زالت الشاحنة اه مستمرة فراح نتركها ونذهب اه الى البلدة وقبل ما نمر البلدة نمر على ماجي ماجي عندها اشكال جديدة وفيه خصم خمسين في المية على الاشكال الجديدة اه من الدزاينات للمسكن وللشاحنة وللمتجر الجانب اللي موجود عندك في المزرعة اذا انت حاب تغير بالنسبة لي انا ما راح اغير حاليا اه انتظر اصدار جديد يجي اه خاص بالشتاء اتمنى انه يجي ان شاء الله قريبا راح اغير لما يجينا اصدار حلو الفين ومية وسبعة واربعين اه اكس بي نقاط ممتاز جدا حلو الطلب هذا للشاحنة وما زالت الوضع ماشي معنا الان طبع جاهزة خلونا نروح زوار البلدة ونشوف اش عندهم زوار البلدة دايما عندهم الخير الكثير وهذا صندوق قموض ويلا نمشي اللي موجودين الان اللي جاهزين اوكي هذا اولا اربعة تقريبا وهذا واحد وهنا عندنا مبنى الهدايا اثنين اوكي وهذا واحد اه نجي الى المنتجع اثنين ثلاثة وعندنا هنا اثنين طلباتهم جاهزة تفضلوا يا اساد عندنا البقالة اثنين ويلا هذا ثلاثة اوكي تقريبا خمسة خمسة وستة في مبنى البقالة الان مبنى السينما يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة كملوا خمسة والساد ستنتظر طلبها يلا وعندنا المطعم واحد اثنين ثلاثة اوكي ثلاثة وعندنا استراحة النوم والافطار واحد اثنين ثلاثة وهذا الرابع اه بالنسبة لنا نشوف مظاهر الشتاء موجودة موسم الشتاء موجودة على الاشجار وموجودة في كل مكان اه مظاهر حتى يجينا ان شاء الله موسم قادم اه يتم التغيير فيه عندنا قطع لغز موجودة ما هذه قطعة او قطعتين اه المرة اللي فاتت كنا حصلنا على الحمار الوحشي اما المرة هذه مثل ما انتم شوفون اه المرة هذه كذلك نشتغل اتوقع كانت في صعوبة في البداية اه بسبب فرس النهر بسبب الفيلة بسبب الزرافات كان في صعوبة اه لتجميع المجموعة هذه من الحيوانات وكذلك اه صغارهم المرة هذه انا شوف التركيز مع احمار الوحش الثاني اوكي قربنا نخلص شوفوا قربنا نخلص الفترة اللي فاتت حصلت على قطع اه لغز كثير ستة وعشرين من ستة وثلاثين ان شاء الله قرب ما فتح معانا حيوان ثاني الغوريلا فقط اخذ قطعتين اه الغوريلا اخذ قطعة هذه القطعة الثانية الان وفي عندنا حيوان اللي هو الايل البني ما زال يعني اتوقع فيه بيكون عندي حظ حلو جميل الفترة القادمة بيكون فيه تركيز على وين على الحمار الوحشي وانخلصه بسرعة وممكن نشوف بعد اذا كان فيه له صغار ممكن راح يفتح معهم ويعني ومعانا الغوريلا ومعانا كذلك الايل البني نفتحهم الفارنباس خلصنا مثل ما قلنا لكم مرينا على اه كذلك الديربي خلصنا باقي عندنا فقط الوادي نمر عليه معاكم اصدقائنا وكذا تكون تنتهي جولتنا اه موسم الوادي الحاضر اه الحالي والحاضر يعتبر موسم فقير خلنشوف المهام بالنسبة لعجلة الوقود مثل ما قلت لكم قبل شوي شوفوا كيف عجلة الوقود قاعدة تمتلي من بعض الاعمال اللي نقوم فيها داخل المزرعة وهي هذه هذه شوفوا اطعم معزن واحد تحصل على اه اثنين من قطع الشمس وعندك اكمل اربع من الطلبات الشاحنة تحصل على عشرة من قطع الشمس وعندك ازرع القرع تحصل على واحد من قطع الشمس وفي الغد كذلك معطينك في البحيرة الغي شبكة صيد او شبكة غموض واحدة في البحيرة تحصل على خمسة عش قطع شمس وطلب شاحنة واحد مقابلة اثنين من قطع الشمس واطعم اه الخراف اثنين تقريبا تحصل على اه خمسة من قطع الشمس وبكذا اه بعمالك اللي تقوم فيها داخل مزرعتك تمتلي عجلة الوقود عندك خلونا شوف اول شيء المهام اللي عندنا وشنه زر مطعما اكمل ثلاثة من طلبات البضاع اكمل ثلاثة من اي نوع من طلبات شوف طلبات البضاع تختلف والطلبات تختلف اجمع ثلاثين من قطع المبادلة الخراف وخلونا نمشي يشوف يلا شوف صاحبنا وين المطعم يا صاحبنا هذا المطعم يعني مسارة بيكون منها هنا لابد اتجه على المطعم حسن الاساس انه يعني هذا معروف معروف يعني موسم الوادي للدجاج معروف موسم فقير جدا وضعيف ما في قطع مبادلة كثير اوكي نجي من هنا رح نجي للمبنى هذا نمشي على طريقنا ومثل ما نقول يعني نشوف رزقنا تمت المهمة اليومية وهي طلبات البضاع شوفوا اكتملت عندنا اثنين من المهمات اليومية وفي عندنا صندوق الآن بيفتح من طلبات البضاع ثلاثة خلصنا واكمل ثلاثة من اي نوع من الطلبات يعني هي هي خلصنا مهمتين باقي عندنا مهمتين المهمة جمع القطع المبادلة الخضرة سهل والمطعم وصلنا لها خلنا نفتح هذا يلا نفتح عطانا اثنين بلطات حلو جميل 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 اه نمشي الى وين اش رايكم اخذ لفة شوي خذ لفة يلا اه ما اشوف دجاجي طبعا والله يا فقير تمت اضافة خمسة عشر من قطع المبادلة يا سلام يعني المبادلة خلصناها لسه ما خلصناهم نمر هذا بعد يعني انا ما راح اطول المشوار ولكن ودي اجمع اكثر تمت اضافة خمسة عشر من المبادلة اوكي وعندنا محطة وقود هنا المفروض اني مريت عليها خلونا امر على محطة وقود يمكن يعطينا وقود مجاني كذلك اها قبلنا طلب قريب قريب توصيل قريب يعني ما هو ما هو بعيد اوكي يلا خلونا نروح الى وين نروح للمبنى هذا واحنا رايحين في طريقنا الى محطة الوقود ممكن يعطينا مجاني اه باقينا يحتاج الى قطعة فيلي سمك واحدة ما عندي اه نحتاج وقود محطة وقود الروح نحتاج وقود يلا تسعة 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 سبعة يلا ما عليش سبعة ما عليش السبعة مقبولة يعني والله مش حيل يعني مقبولة ايوه عطانا ثلاثة وقود يعني تعويض نروح للمبنى هذا بعد حلو كويس متوفر معانا بعض البضاع وبعض المنتجات وبعض المحاصيل اللي نوزعها في طريقنا على المباني ما جت القطع يا الله قطع المبادلة الخضرة هذه معلش خلني اروح للمطعم واخلص المهمة فيها الان تمت وراح راح ادور راح ادور راح اكمل ها اكتملت ما اكتملت يا الله قطع المبادلة الخضرة هذه ما انا عارف والله ايش بشكلتها هنا خمسة عشرين خلاص راح نكملها في المبنى هذا اكتملت اكتملت خلاص اكتملت جميع المهام الخاصة بالوادي لهذا اليوم متابعين الكرام واتمنى ان شاء الله وادي نحلي وما هو يعني سيء جينا لنهاية جولتنا ما اتوقع ان باقي عندنا شيء راح يعني نشوفها معاكم فقط في شغلة حلوة ومهمة جميلة وهي الحيوانات الاليفة لا تنسون في حدث على الحيوانات الاليفة راح يجي تقريبا ممكن يوم الجمعة يلا عندنا كثير من الجزر خلوني اطعم الحيوانات اللي عندنا خليها تاكل جزر عندنا من الجزر الكثير يلا والخيول كذلك اوكي جينا على نهاية فيديونا لهذا اليوم اتمنى جولتنا اللي اخذناها معاكم في مزرعاتنا والاشياء اللي اه تكلمنا عنها ان شاء الله راح تعجبكم متابعين الكرام لا تنسون من عندكم تعليقاتكم والايك واللي يشاهدون لأول مرة وغير مشتركين قلوا اشتركوا معنا وحياكم الله جميعا على لقاء ان شاء الله اشوفكم في وقت اخر ومع السلامة